موجزولة ثالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم عقدت مصر وهولندا أعمال جولة المشاورات السياسية الثنائية وذلك بمقر وزارة الخارجية وخلال الجولة قام مسؤول البلدان بإجراء مراجعة شاملة لكافة جوانب علاقتهم الثنائية خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية كما بحث البلدان سبل فتح أفق أوسع لعلاقاتهم وتعزيزها في مجالات جديدة والاستفادة الاقتصادية المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على أهمية استمرار تشاور سياسية وتبادل زيارات واللقاءات على مختلف المستويات بين البلدين للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك ومعالكة الموضوعات العالقة بشكل بناء التقى وفد من تنسقية شباب الأحزاب وسياسيين السفيرة الكورية الجنوبية هونج جان ووك وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة ومنها كيفية زيادة حجم التبادل التجارية والاستثمار في الطاقة النظيفة والحوكمة ومصارات التعاون في مجالات السياحة والأطار والثقافة والاستثمار التكنولوجي والتعليم الفني وكذلك فرص التبادل الطلابي والتبادل الخبرات البرلمانية كما تناول اللقاء مستجدات الحوار الوطني وجهود لجنة العفو تمثيل المرأة والشباب في المناصب القيادية والبرلمانية حدد البرلمان العراقية غدا السبتم موعدا لعقد جلسة جديدة للتصويت على قانون الانتخابات بالبلاد وأوضح البرلمان العراقية أن الجلسة ستتضمن أيضا التصويت على تعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظات أعلن المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده لا يمكنها التغاضي عن مواصلة الولايات المتحدة التدخل في شؤون الداخلية للدول التي لا تؤيد العقوبات ومنها جمهورية بيلاروسيا وقال بيسكوف أن الولايات المتحدة توصل التدخل الفعلية والمباشر وغير المباشر في شؤون الداخلية لمختلف الدول بما في ذلك بيلاروسيا وضيفا أن هذا تعيين هو تدخل في شؤون الداخلية لبلاروسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخدام قضاء اليورانيوم المستنفذ في أوكرانيا سيضر بالقوات الأوكرانية والسكان ككل وسيؤثر سلبا على قطاع الزراعة في البلاد جاء ذلك ردا على إعلان بريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع عزمها إرسال قضائف إلى أوكرانيا تحتوي على يورانيوم مستنفذ حيث اعتبر الرئيس روسيف لادمري بوتين أن هذه الخطوة تظهر أن أعضاء حلف الشمال الأطلسية يرسلون أستحابها مكون نووية إلى كياب تسارع النمو الاقتصادية في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر مارس مسجلا أعلى مستويته منذ عشرة أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات وفق ما أظهر مؤشر فلاش لمدير المشتريات الذي أصدرته وكالة أساند بي جلوبل وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استنادا إلى استطلاع للشركات 54.1 بالمقرنة مع 52 في فبراير مسجلا زيادة لشهر الخامس على التوالي ووفقا لهذا المؤشر يشير الرقم الذي يزيد عن 50 إلى نمو الناشاط الاقتصادي فيما يشير الرقم دون هذه العطبة إلى تراجع انتهى مجزاء ثالثة شكرا لكم